كما يقول خلينا نعود الآن إلى زميل محمود القصاص في غرفة الأخبار الذي يتابع كل ما يقال على صفحاتنا الإلكترونية وعلى المواقع والتواصل الاجتماعي كيف يرى زوار صفحاتنا المشهد الآن ومكانت كل الأطراف خاصة الجهاديين في الصراع موقعهم لهذه الجماعات الجهادية في الصراع اليوم سمير تغير المشهد كثيرا عن ما كانت عليه الأوضاع في السورية في بداية الاحتجاجات المشهد الآن هو حرب تأخذ مجموعات وأطراف متعددة سواء المعارضة للنظام أو المعارضة للنظام وبالتالي فإن الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الصراع هي الأطراف التي تمتلك السلاح وتقاتل على الأرض وليست المعارضة السياسية التي تتباحت وتجتمع وتنفض اجتماعاتها بدون نتائج واضحة هنا تبرز الجماعات الجهادية مثل جبهة النصرة باعتبارها القوة المسلحة الأبرز في صفوف المعارضين السوريين في الوقت الراهن هذه الصورة يتحدث عنها أحد المشاركين على موقعنا فيقول كانت ثورة سلمية لكن لم نعد نرى السوريين مثل السابق يلقصون في الشوارع ضد بشار الأسد لم نعد نراهم ولا نرى أثر للشوارع أصلا من كثرة الركام والكتل الخرسانية المهدمة لم تعد ثورة السوريين بل أصبحت حربا حقيقية لجهاديين لإقامة الخلافة وفرض الشريع على الجميع سواء شاء السوري السني أو الشيعي أو الدرزي أو الكردي أو المسيحي أو ملحد أو لم يرضوا يضيف خضير صبرة على موقعنا ما يحصل في سوريا هو تخريب وليس ثورة أما انقلاب النصرة والجهاديين على الجيش الحر فهو بتأكيد على أن هذه الجماعات لا تحمل هدفا موحدا بل هي مجموعات تحمل أهدافا متناقضة طب إذا قلت أنت في البداية أن هناك من رأى أن الوضع أصبح حربا وإذا كانت هذه الحرب تخوضها مجموعات ضد النظام فلماذا اتسع نفوذ الجماعات الجهادية مقارنة مثلا بالجيش السوري الحر في الواقع هناك أساب كثيرة تحدث عنها زوار صفحاتنا أدت اتساع نفوذ الجماعات الجهادية من هذه الأسباب مثلا الدعم من قبل تنظيم دولة العراق الإسلامية عن هذا الدعم كتب مصعب السرايع صفحاتنا على الفيسبوك يقول القاعدة التي قتلت ولازالت تقتل العراقيين انتقلت لسوريا بتقلها ولكن لازالت مرتبطة بالعراق وبالتالي أصبحت قوة الجبهة جبهة النصر يقصد ودعمها المالية فوق القوة الأخرى قد تحولت سوريا إلى ملجأ المتشددين حتى إذن سمعت أن طالبان باكستان اتتحت معسكرا لها في سوريا كل من هب ودب بقاء العالم أتى لسوريا والضحية هو الشعب السوري المسكين هناك أيضا من يتحدث عن أن دولا عربية بدعم غربي سمحت بقدوم المتشددين من أماكن متفرقة إلى سوريا لقضاء عليهم في نهاية الأمر مثلا شكري عبد الله يقول سوريا هي أفضل محرقة تتوفر فيها كل شروط الجزء لهؤلاء المتشددين وذلك لكون نظام الأسد يستند إلى الطائفة العلوية وملاسق لعراق في نفس الأمر فبدأت الدول المبتلية بالمتشددين تفتح الأبواب الخلفية لهم فكان أكبر مشروع استثماري دول الشرق الأوسط لتنظيف دولهم من بور الإرهاب وفي نفس الوقت تغيير موازين القوى داخل سوريا يمضي على السهر فيقول الإرهاب كالفيروس الذي يتخذه من الأجسام الضعيفة ما كان له وبعد أن بدأ العراق يتعافى انتقل هذا الفيروس أو الإرهاب إلى سوريا وبدأ ينشط بدعم أمريكي إسرائيلي خليجي المستفيد الوحيد من كل هذا هو إسرائيل أخيرا أحمد مواشي يضيف ما يحدث الآن هو أمر متوقع بعد الدعم الغربي المطلق للجماعات المتشددة كما يقول لو لهذا الدعم من قبل الغرب عبر تركيا لما تمكن لهم ذلك وإذا افترضنا محمود أنه اتسع نفوذ الحركات الجهادية المعارضة في سوريا إذا افترضنا ذلك كيف سيكون تأثير كل ذلك على نظام الحكم الرسمي في سوريا حسب ما رأى مشاركون هنا أراء كثيرة سمير النظام السوري في رأي كثيرين يستفيد من هذا الوضع هذا أرأي أغلب من علاقه على هذه النقطة على صفحاتنا لأن الوضع الحالي يزيد من مخاوف الدول الغربية من تسليح المعارضة بأسلحة أكثر تطورا حتى لا تقع بأيدي الجماعات المتشددة من جانب آخر تزداد مخاوف قطاع من السوريين من إسقاط النظام خوف من البديل مثلا عثمان العفيف كتب على صفحتنا على فيسبوك يقول خلاص انتهت الثورة بشار أهوى من القاعدة على الأقل بشار بيخليك تتنفس وتدرس وتلبس وتعيش على كيفك محمد جرى يرى أن النظام نجح أمام الضغوط الأمريكية ويضيف أمريكا وحلفاؤها هم المستفيدون راهنوا على إسقاط النظام وأوكلوا مهمة لتركيا وقتر والسعودية ولكن فشل مشروع إسقاط النظام السوري اتقلوا إلى سيناريو آخر وتمديد الأزمة إلى حين مع تخريب وتدمير سوريا وهذا سيناريو موكول للمنظمات الإرهابية التي تم إدخالها إلى سوريا إلى الجهاديين يعني يقصدون نعم مقول لهم هذه المهمة هناك اقتراح من علي القراشي على صفحتنا على فيسبوك يقول فيه اقترحوا أن يعلق الأحرار السوريون ثورتهم إلى أن ينتهي تكفريون من غزوادهم ضد نظام الأسد وبعد هزيمتهم المؤكدة ونهايتهم يبدأ الثورة الجديدة ضد نظام الأسد لقد تراجع تامي الشخصي كما يقول وتامي العالم بالثورة السورية بعد أن أعلن أحد الجهاديين انتماءهم إلى زعيم القاعدة أيمن الظواري طيب وبالنسبة للسوريين المشاركين الذين يرفضون الجهاديين ويرفضون الإرهابيين ويرفضون القاعدة ويرفضون نظام الرئيس بشار الأسد ويرفضون تعليق أو كما قال تأجيل الثورة كما اقترح أحد المشاركين ما هو الحل؟ الحل بالنسبة للكثيرين هو تسليح وتديم الجلس السوري الحر بشكل أفضل لكي يتمكن مماجهة نظام الأسد والحد من نفوذ الجماعات المتشددة الأولوية بالنسبة لكثيرين هي التصدي للنظام كما يقول عبدالله العتابي على صفحتنا على البيس بوك يا سادة نظام بشار الأسد كرس الطائفية من أول يوم خرج الشعب السوري فيه مطالبا بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات وبالتالي على أوروبا خاصة وعلى العالم أجمع أن يقرر مع من يقف مع النبادئ أم مع نظام الأسد بزعم محاربة الجهادية زوايا كثيرة جدا جدا أي زاوية منها اخترناه لسؤال الاستفتاء تذكير به اخترنا سمير موقف الغرب المعارضة السورية محور سؤال الاستفتاء السؤال هو بالتحديد هل يقبل الغرب بسلطرة الجهاديين على ساحة المعارضة المسلحة في سوريا النتيجة سنقدمها للمشاهدين والمستمعين في نهاية البرنامج كما يلعاد فبقوا معنا ممتاز محمود شكرا جزيلا لك أعود إليك لاحقا في برنامج